السلام عليكم كل سنونا طيبين النهاردة ان شاء الله هنخش في حاجة اسمها الهيد كالفرد قبل ما اخش في الهيد كالفرد اعرف الاول يعني ايه كالفرد الكالفرد عندنا بنعمله لما يكون عندي ترع وطريق والتنين قطعين بعض ما ينفعش اوقفهم هنا لازم ان يكملوا طيب انا عندي احتمالين ياما احترم الطريق اسيبه زي ما هو كده والترع هي اللي هغير فيها يعني لو الترع عديتها من تحت الطريق يبقى يبقى كالفرد في ما هو سير ودي الحالة بتاعتنا ياما لو الترع همررها من فوق وطبعا الكلام ده محدش شافه قبل كده ما بيحصلش لسبب بسيط ان انا عندي ارود الكروز سيكشن بتاعه لو فاكرين ارود ليفل اهو نازل بميل نفس الكلام من الشمال والكنل كروز سيكشن بنت وبر ورود فانا قردي عندي الترع عندي طريق من الشمال وطريق مليمين فلا الترع بيبقى فيها طريقين اصلا في حتة ان انا هتبقى اعديها من فوق الطريق هتبقى تكلفة عالية جدا فعشان كده من فوق ما بتحصلش خلص يا اما انا عندي الترع بتبقى موجودة هنا والطريق هو اللي بقى ايه اعديه من تحتها وساعتها هيبقى نفق او الطريق هو اللي يعدي من فوق وساعتها هيبقى كبري ودي الحالة الغالبة بتكون موجودة او حتى احنا بنستغل الكبري ده عشان نعمل اناطر فاكرين انطارة الفم في بداية كل الترع والحيات دي خدناهم في الترمي اللي فات اه هي او دي الحالة الغالبة اللي احنا بنعملها بس احنا دلوقتي احنا عايزين نعمل كالفرت انا لسباب معينة اجبرت ان انا عاملك خلاص اعمله ازاي طيب مبدئيا لازم اعرف الانواع اللي عندي في الكالفرت انا عندي ثلاثة انواع النوع الاولاني هو الهيد كالفرت وده بيبقى في بداية الترع الصغيرة اللي هي الترع فرعية او ازار اه منين انا عندي الترع الرئيسية زي ما قلنا كل الترع بيبقى ليها طريق من الشمال وطريق من اليمين احنا فالطريق من اليمين ده قطع الترع الفرعية في البداية هنا فهنا بقى اسمه الهيد كالفرت ونفس الكلام في الاخر هترمي في مصرف فالمصرف برضو له طريق اليمين وطريق شمال فهيقطع برضو الترع الفرعية فهيبقى اسمه التلسكيب كالفرت ادي النوع الاول ودي النوع التاني النوع التالت نوع مش معقولة الترع الفرعية دي هتكمل من اول للاخر بطريقين بس مش هتعدي كمية العربيات اللي تبقى موجودة ففيه طرق بعملها في النص فاي طريق في النص ساعتها هيبقى اسمه كنترول كالفرت ودي الحالة العامة الهيد والتالسكيب هي الحالات الخاصة طيب هنشتغل فيها ازاي؟ زاي ما احنا قولنا هنا ان الحالة العادية بتاعت الكالفرت بيديني كروس سيكشن بتاع الطريق وكروس سيكشن بتاع الترع وبيقول لنا عايزين نعمل كالفرت في الحيط دي طيب في حالة الهيد كالفرت انا عندي هنا بيديني كروس سيكشن بتاع الترع الفرعية وكروس سيكشن بتاع الترع الرئيسية زاي ما شفنا هنا دازمان يكون موجود الكروس سيكشن بتاع الترع الرئيسية وكروس سيكشن بتاع الترع الفرعية وعايزين نعمل الهيد كالفرت من التصميم الهيدروليكي بحدد الابعاد او يكون الدكتور مدينا الابعاد الريدي فهبتدي هرسم ازاي؟ انا عندي حالتين ياما البيد اللي هو بتاع الترع الفرعية ده هو هو نفس المنسوب بتاع البيد بتاع الترع الرئيسية ياما الحالات التانية اللي اتنين مختلفين هنشوف الحالة الاولية والحالات التانية ماداين كده افرد دايما ان البيد هو البيد خلاص مش هتزورن في الحتة دي الوقتي لما جارسن بقى هعمل ايه؟ ادي السينتال لاين بتاع الترع الرئيسية ودي كروس سيكشن بتاع الترع الرئيسية طيب ده الاليفيجن البلان ادي السينتال لاين اللي هو بتاع الترع الفرعية فادي رسمت كروس سيكشن بتاع الترع الفرعية اللي هي عشان انزل الخطوط المساعدة اللي هبتدي اعمل بها الرسمة التاعتي طيب باش مهندس في هنا بي كالفرد هحط هنا بي كالفرد ولا البي بتاع الترع الفرعية لا انت في البداية هنا فحط البي كالفرد لان المية على طول اولا ما هتخش هنا على طول من الترع الفرعية هنا في الكالفرد هتقول فهبتدي بالبي كالفرد وبعد كده هشوف الامة هوسع الامة هدايق تمام؟ هو في الغالب لو مربع يعني فهتوسع بعد كده لان البي دي هتكون كبيرين اكبر من البي كالفرد بس انا خدت نص البي كالفرد فوق ونص البي كالفرد تحته طيب وبعدين بحط الحوائط عندي بوكس ولازم ان تكون بوكس هتتحط في المسافة بتاعت البيرم دي بس فالمسافة دي بيكون صغيرة فانا مجبر احط المشاية والشبكة والجروف بتاع البوابة اللي بتحكم فيها في المسافة دي فالتفاصيل دي هتبقى منموم المسافات دي هتبقى منموم نرجع تاني انا عندي هنا بحط هنا الحيطة ونفس الكلام الناحة تاني هوقفها لحد فين؟ لحد اول خط البيرم كده طيب وبنزل خط البيد بتاع الترع الرئيسي المفروض الميل ده هيقف عندي في نهاية الحيطة لان المية هدخلها على الترع الفرعي ماينفعش اكمل بالميل لان المية هتخش ازاي فلازم ان اوقف الميل على الحيطة ودل حصل انا ماشي بخط البيد ده هو ماشي بالخط بتاع البيرم ادي الميل المفروض هوقفه عند نهاية الحيطة هنا هوقفها ازاي مانا ما عنديش لس انا اللي هعمل الحيطة فهنا انا بحسب المسافة دي اقدر احسبها فرق المنسوبين في الميل جبت مسافة R طيب الR دي هاخدها من الحيطة من الخط بتاع نص البي نص العرض الكالفرد بعد كده ازود نص متر وادي كده عملت الحيطة بتاعت طيب الR دي اللي هي بعمل الربع الدائر اللي هلف عن ده بخدنا الكلام ده قبل كده في الرسم بتاع اولا ما ده فخدت الR هنا بمئن هنا دي R فحددت المركز اقوم لافف الطراب كده لفتها على اخر الحيطة تمام وادي نص متر بتاعت الادمة بتاعت الحيطة وقفلت الحيطة سواء كانت نص متر في الغالب يعني السنك بتاع ادي اول حيطة ونفس الكلام الناحية التانية ايه بقى الحاجات دي ما احنا قلنا الحاجات دي هي الشبكة اللي بتمنع دخول الحاجات اللي بتسد الكالفرد وبعد كده المشاية وبعد كده الجروف وبعد كده السلم الحاجات دي بيبقى الابعاد اللي ما بينها منموم أقل ما يمكن لان انا بحطها في المسافة بتاعت البير تمام فبما انه عندي هنا فتحتين وفي بير فادي بحط بوابة هنا وبوابة هنا ايه اللي خليها باش مهندس البوابة دي تخلف عن البوابة دي فى المستوى اقول لك ما ينفع ساعات احطهم على مستوى واحد وما ينفعش في حالات تانية لو المسافة دي تسمح اوكي انا بخش بالجروف هنا بخش بالجروف هنا عشان احط البوابة اللي عالمين وبوابة اللي على الشمال لو اللي اتنين دخلوا في بعض هيبقى تكونني هنا سيكشن حتى لو فيه خرصانة سيكشن ضعيف جدا فلازم ان احط ده في مستوى وده في مستوى طيب انا عملت الحاجات اللي تخدمني هنا في الحيطة في الشمال وبعد كده هبتدي الكالفرت بتاعي الكالفرت احنا اتفقنا بيجي ماسك الطول بتاعه الروت لنه بيعدي من تحت الطريق بتاع الترع الرئيسية وبيجي فرق منصوبين في الميل فرق منصوبين في الميل وبعد كده بسيب هنا مسافة بسيب هنا مسافة من نصر الاثنين متر حسن ما الدكتور مدهانا طيب فانا باخد هنا المسافة المينوم لانا عندي مفيش هنا مسافات مسموحة كبيرة وهنا نفس الكلام طيب ودي الطول بتاع الكالفرت هاخده بقى بعيد انا عندي هنا فتحتين خلاص ادي فتحتين هنا الاثنين دول دوتت اللي هي النقطة دي والنقطة دي وهنا دوتت وستريت اللي هي النقطة دي والنقطة دي طيب ان النقطة الستريت اهي لان انا عندي من السنتل لاين كده هو حتى بيقول لنا نرسم بلان هاف ارسن موفد يعني انا الطراب شايله من النص ده نص التحتاني النص اللي فوق فيه طراب عادي فعشان كده الخط ده باني انما اللي جوا ده نايمان هيدن طيب والبير هو هيدن في النص النقطة دي والنقطة دي طيب ونكمل لحد النهاية ادي رسمت الدخلة بتاعت الحوائط الحوائط وادي البير والبير وادي كالفرت اهو وبعدين اعمل بقى التداخل ما بين الطرق لان انا عندي طريق ماشي كده بتاعت الطرع الرئيسية وفي طريق بتاعت الطرع الفرعية هيكمل كده فنيجي في الرسمة التانية اهي تداخل اننزل الخطوط بتاعت الطريق رود ليفل 1 بتاعت الطرع الفرعية اهو وادي رود ليفل اتنين وادي الخطوط اهي بالميول بتاعته اربع خطوط بالميول اهي طبعا ماينفعش اعمل كده اللي هو الف كده لان انا كده انا داخل كده عالطرع العربية كده هتوقع فلا فلا انا كده كده الروت بتاعت الطرع الفرعية ماشي كده تماما وادي الروت بتاعت الطرع الرئيسي اه طيب يا باش مهندس انتك ليه عامل الحتة بتاع الترابيزويدل دي هقولك ثواني هو انا عندي هنا رود ليفل 2 و رود ليفل 1 و في الغالب الطرع الرئيسي ابعدها بتبقى طبعا اكبر فالمنسوب نفسه بيبقى اكبر ففي اختلاف في المناسيب رود ليفل 1 و رود ليفل 2 و المتوقع ان رود ليفل 2 هو الاعلى لان دي بتاع الطرع الرئيسي هحط هنا بقى هكمل بالرود ليفل 2 ولا بالرود ليفل 1 قالك هو كده كده الروت ليفل الاعلى دايما ما بين الاثنين و في الغالب هيبقى الروت ليفل 2 بتاع الطرع الرئيسي عشان كده انا عملته هنا الاعلى وبعد كده هنزل للروت ليفل 1 اللي هي بتاع الطرع الفرعية طب ليه باش مهندس الاعلى دايما دي قالك لسببين السبب الاولاني لو في شوية مطر نزله و انا حاطت هنا المنسوب الاقل كده انا عملت بركة كده انا وقفت السكة هنا و هنا و ده ما ينفعش طبعا اي شوية مطر هيوقفوا للسكة ده اول سبب تاني سبب اولا دي نزلة لو انا عاملها يعني المنسوب الاقل فساعة كده العربيات جاية مما اطلع و نزلة فانا كده كده هصمم الكالفرت لأ على احمال داينامج و هكبر قطعات عشان يقدر يستحمل الاحمال دي فلا انا اقدر اوفر في الكروس سيكشن والاحمال اللي فوق الكالفرت فهخلي ده دايما الاعلى وبعد كده العربيات تنزل بقى الناحية التانية بعيدة عن الكالفرت خلص طيب اعملنا هنا الاعلى وبعد كده هنزل الطريق بميل واحد لعشرة او واحد لعشرين حسن ما الدكتور يطلب ولو خدت بالك هنا انا هنا عندي منسوب الطريق الاعلى وهنا منسوب الجراوند وخد بالك هنا منسوب البرم بالبي سمول اللي هو ده بتاع الترع الفرعية اهو لان بعد كده هتكمل الترع الفرعية طيب والبرم ده بتاع ايه ده بتاع لا الترع الرئيسية اهو فلما يجي هنا فرق المنسوبين في الميل اداني مسافة افقية دي وفرق المنسوبين في الميل اداني مسافة افقية دي خد بالك الرود ليفل هنا مثلا لو 6 وهو نازل لخمسة فالمناسيب دي لسه متغيرتش انا اللي غيرته بس ال6 بقى 5 فهتلاقي المسافة دي قلت عن المسافة دي فطبيعي جدا بدل فينزول يبقى لازما هتلاقي ترابيزويدل كده والترابيزويدل الكبير رايح للصغير كده نفس اتجاه السهل خد بالك من حتة دي مش مستطيل لا لان انا لسه عندي المنسيب لزي ما هي 6 و 5 انما انا هنا البرم والجراوند زي ما هم ما اختلفوش بس هنا باخدها من 6 هنا هاخدها من 5 فطبعا المسافات دي بتقل اخد بالك من الحتة دي بس طيب انا كده عملت لفيت التراب هنا تاني اهو بربع دايرة وقفت هنا عشان ما تقدر تخش عملنا البير وعملنا الكالفرد وعملنا واسقطنا الاليفيجن وعملنا هنا تداخل الطرق ومفروض اسقطها بقى ايه في الاليفيجن هو الطريق عندي ماشي دايما الاعلى رود ليفل 2 لحد الخط ده العربية لما تيجي تلف هي تاخدوا تدورون وحتفوت بس كده 1 متر من نصف ل1 متر لان ما ينفعش ايه اه عجلة تلف او اه عجلتين يلف والعجلتين تانين لسه ما خدوش وضعه فلازم ان اطول شوية الدورون اه طيب طولت شوية فهتلاقي الرود ليفل 2 ماشي لحد الخط ده فهطلع كده همكمل الرود ليفل 2 لحد الخط ده اه وهينزل الرود ليفل 1 عند الخط ده اه يبقى بوصل كده لحد رود ليفل 2 ومنازل ودي خط ودي خط هي بس هي باينة هنا اه هو ما فوض ده خط اه straight وده خط straight بس هي عشان الورقة بس اي زي هنا خط straight من الرود للبر طيب هنا المنسوب ده منسوب البر متاع التراعة الفرعية هنا البر متاع التراعة الرأسية اه انا بقطع هنا cross section بقطع هنا فهيجي هنا هلاقي اول حاجة البر خد بالك بير متاع الفرعية وهنا البر متاع الرأسية هو في ground اه بس ground وراه فاحنا مش بنديك رسمة اه 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 تفهم بس المنشأ اللي عاملنا شكله بعمل ازاي الهيدن مش هنسمو او الدوتت بمعنى صح وبعد كده بقفل بقى الكلفرت بتاعي بال بالحوائط هيبقى بوكس برضو وهنا بحط السلالم والجروف هنا والجروف هنا والمشاية وبقفل طبعا بالايه بال عندي عندي بالخرصانة نص متر هنا واحد ونص متر هنا وواحد ونص متر هنا تمام ودي الخرصانة اللي عندي شمال والمية تمام نيجي بقى للحالة التانية اللي هي البد بتاع الفرعية بيبقى غير البد بتاع الرئيسية هو مش مهندس انا عندي اللي اتنين بيساوا بعض وعرفناه طيب اللي اتنين هيخلفوا ليه هو لسبب زي ما اخدنا في الهيدروليك كده لما نيجي عندنا يحصل همف لما بطلع اتجاه الفلو كده وبطلع في الهد قصدي بطلع في الارض كده الا هيحصل المية المية هتنزل يبقى انا عندي بساعد في دخول المية ده في الساب كريتكل لو فاكرين وإحنا مصر عندنا ساب كريتكل فدايما هتلاقي البدة عندنا هتلاقي بيطلع عكس المتوقع لو فاكرين فدايما هتلاقي الارض بتطلع عكس المتوقع فالمية بتنزل فحيط المية بتنزل دي اه فعلا ترع رئيسية بتدي ترع فرعية بيتسهل دخول المية وانا عندي ترع رئيسية مش بتدي ترع فرعية واحدة بس ده في 2 3 4 5 6 وكتير فطبعا كل ما أقلل من الفواقد هكيد هتفرق معايا في المية فده اللي بيحصل هتلاقي البيت ده أعلى من ده وده الحال من لقيه طيب ممكن نلاقي البيت نزلت لا لا مش كتير ممكن ما هتزيد فده الحالة اللي بيلاقيها طيب في الحالة دي هتخلف ايه عن الحالة اللي عندنا دي اللي اتنين دول كانوا مكملين اهو بد هو البيت اهو نيجي هنا ايه اللي هيحصل قادي البيت بتاع الفرعية وادي بتاع الرئيسية هيخلف بس حلف الطراب امتى هي دي الحتة اللي بتخلف فيه انا رسميتي عادي جدا هكمل والحوائط وكل ده انا عندي بس هحدد النقطة اللي عندي بتاع التقطع واللي فوق زي ما اتفق انا هلف الطراب اللي فوق واللي تحت هيكمل الخط ده الدوت الدي انا بحدده لي خط مساعد لي انا وهعتبر هو ده البد الجديد بمعنى ان انا هيجي هنا هحسب الار الجديدة ادي ار وهاخد هنا ار زائد نص وقفل الحيطة وساعتها هلف على الار الجديدة دي لان اللي فوق نقطة هيلف الطراب اللي فوق عشان ما يتقدر تخش واللي تحت هيكمل ميل زي ما هو وده اللي حصل عندي قادر خط المناقة اهو اللي فوق هيلف اهو انا الميل ماشي من البرم لحد البيت ده وجيت هنا ادي حددت المركز بتاع الربع دايرة وقمت لففة على الار الجديدة وحددت الطول الحيطة كمان طيب وبعدين اللي تحت يكمل ميل عادي ادي كملت الخط بتاع الميل العادي لان انا عندي هنا الاختلاف في المنسوب بان عندي هنا زير وعندي هنا واحد فطبعا الخط ده بيبان اول لما تبتدي تلف الطراق طول ما انا ماشي هو ما فيش اي تغير فالميل ماشي عادي الخط المنقل ده مش موجود يعني ما تفكرش ان هو في الرسم لا ده خط مساعد لي اول لما يجي هنا للدوران نقطة الدوران اللي هي على مستوى على مسافة ر اللي اخد واخد ها من هنا فرق المنسوبين ده من ده في الميل فهلف الربع دايرة وبعد كده الميل هيكمل زي ما هو كإن مساكت الميل ده اسمت نصين نص افل على الحيطة والنص كمل عادي ودي منسوب الزير ودي منسوب الواحد هو ده الاختلاف وبعد كده هتكمل عادي رسمتك مفش اي